اشتركوا في القناة وست وثلاثين دقيقة صباحا حيث كان القمر في اقرب نقطة للشمس وتجمع محبوظ ظواهر الفلكية في الاكاديمية الملكية للشرطة بقيادة الدكتور وهيب الناصر استاذ الفيزياء بجامعة البحرين رئيس الجمعية الفلكية البحرينية حيث تم توفير النظارات الواقية ونصب تلسكوبات متخصصة لرصد الظاهرة الفلكية هذا وانحسر الكسوف في الساعة السابعة وتسع واربعين دقيقة صباحا تجدر الاشارة الى ان عدد الكسوفات التي شهدتها سماء البحرين في القرن العشرين هو ثلاثة وعشرين كسوفا من اصل مائتين وثمانية وعشرين شهدتها الكرة الارضية ما يعني ان سماء البحرين تشهد قرابة عشرة بالمئة من الكسوفات التي تحدث على الارض طاهرة فلكية نادرة شهدتها سماء البحرين صباح اليوم حيث انكسفت الشمس وحجبت بعد اقتراب القمر الى اقرب مركز لها ليكون الكسوف الاكبر في تاريخ البحرين منذ اكثر من قرن بدأ الكسوف في تمام الساعة الخامسة واثنتين وعشرين دقيقة لكن لم يتسنى للراصدين والمتابعين للظاهرة مشاهدة الكسوف الا بعد شروق الشمس في الساعة السادسة واثنتين وعشرين دقيقة تمكن المواطنون والمقيمون في البحرين من مشاهدة الظاهرة الا ان التجمع الاكبر شهدته منطقة جو الواقع جنوب شرق البحرين بعد دعوة تلقوها من الاكاديمية الملكية للشرطة الواقعة هناك حيث قدمت لهم موقعا مجهزا ووزع عليهم النظارات المخصصة لمشاهدة الكسوف والتي تم صرفها من قبل شركات راعية نحن في قرن واحد في البحرين شهدنا حوالي اربع وعشرين كسوف كان اخرها الكبير نسميا كان في 1999 قبلها كان في كسوف نفس الشي في الفجر ولكن كان 75% وصورنا في 95 كان في اكتوبر السنة مميز لان الكسوف الحلقي اللي حبث على الكرة الارضية بدأ من الهفوف ويبور بالخليج فكانت التغطية احنا قريبين من حزام اللي هو الكسوف الحلقي بس شوية اسفل من هاي الشريط فنرى الكسوف 95% كسوف الشمس ظاهرة طبيعية تحدث عندما تصبح كل من الارض والقمر والشمس في خط واحد تقريبا ويكون القمر بينهما الى جانب منطقة الخليج العربي شهد الكسوف الحلقي للشمس في هذا اليوم مناطق من جنوب وجنوب شرق اسيا وقد تزامن مع ولادته لا لشهر جماد الاول للعام 1441 للهجرة موسيقى موسيقى موسيقى